حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام عشرين أربع وعشرين وخلال كلمته أشار مدبولي إلى أن انعقادة الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية لا سيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول من بينها الدول العربية كما دعمت بولي لتقديم الدعم المستحق للدول النامية ولإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية ومما لا شك فيه أن انعقادة الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية لا سيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول ومن بينها الدول العربية وفي هذا الإطار تبرز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية على تجاوز التحديات الراهبة والعمل على استئناف خطتها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها ومن هنا فإنني أشيد بدعم الهيئات المالية العربية لجمهورية مصر العربية على مدى السنوات الماضية وهو ما ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية وبالرغم من كل ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية فإنها مطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعازم فيها التحديات الإقليمية والدولية والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة لا سيما عبر دعم قدراتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية